السلام عليكم اهلا بيكم في مطبخ موني النهاردة هنعمل مع بعض افطيرة بالفراخ وطعمها جميل جدا عالية بالبروتين وغنية بالالياف مشبعة وجميلة جدا بتساعد على الشبع لفترة طويلة قوي فبالتالي بتساعد على انقاص الوزن من غير اي نوع دقيق مناسبة للضايت العادي وكمان مناسبة للكيتو دايت والمرضة السكري وطبعا فري جلوتين يعني مناسبة لمرض حساسية الجلوتين طعمها جميل جدا ومشبعة بمكونات بسيطة ومتوفرة يلا بينا نشوف طريقة العمل اول حاجة معايا هو قطع بسيطة كده من الفراخ دا سدر فرخة صغير انا بقطع قطع صغيرة كده وطبعا شايلة منه الجلد هنروح بعد الوقت على البتجاز وهنجيب طاصة ويفضل استعمال طاصة غير لسقة ونحط نص معلقة صغيرة من الزبدة او من السمنة البلدي او من زيت الزتون زي ما انتوا عايزين وبعد كده هنحط قطع الفراخ كمية الفراخ هنا كمية غير محددة يعني المتاح عندك هنشوحها على نار عالية كده لغاية لما لونها يبدأ يبيض وتبدأ تدخل في مرحلة السواء بعد كده حطيت رشة بسيطة من ملح الهملايا ممكن تستعمله الملح العادي وكمان رشة بسيطة من الفلفل للأسود بس مش اكتر من كده هنفضل نقلب فيها كده على نار عالية لغاية لما الفراخ تستوه معانا زي ما هنشوف دلوقتي طبعا مش بتاخد وقت ابدا خلاص كده بتكون جاهزة معانا والفراخ استوات هنسيبها بقى دلوقتي على جنب ويلا نكمل باقي الوصف هنعمل بقى دلوقتي القاعدة بتاعة الفطيرة انا هعملها من الارنبيت وطبعا لو بدائل معايا تلت زهرات حجمهم متوسط من الارنبيت وده ارنبيت ناي مش مستوي مخصول كويس قوي البديل بتاعة ممكن تستعمله اتنين حبة من الكوسة حجمها متوسط او تستعمله قطعة من الكرومب او ثلاث زهرات من البروكلي المتاح عندكم بعد ما قطعتهم في الكبه بالشكل ده كده هبدأ ان انا فرومهم نعم لو هتستعمله قوسة الافضل ان انت تبشرها بالمفشرة ما تقطعهاش كده في الكبه دلوقتي بعد ما فرمت الارنبيت بالشكل ده كده هنروح تاني على الطاصة مكان ما عملنا الفراخ طبعا انا شلت الفراخ على جنب وفي نفس الطاصة كده حطيت برضو نص معلقة صغيرة من السمنة او الزبدة او اي مادة دهنية وبعد كده حطيت الارنبيت وهبدأ دلوقتي ان انا اسويه بالشكل ده كده نقلبه على النار علشان السوايل اللي فيه تنشف وكمان يدخل في مرحلة السوا هرجع تاني برضو احط رشة بسيطة من ملح الهيملايا وممكن تستعمله الملح العادي وبعد كده هنضيف دلوقتي رشة بسيطة كده من البهارات اللي انا هحطها رشة بسيطة من الكمون رشة بسيطة من الكوزبرة الناشفة ورشة بسيطة من البابريكا الحاجات دي تحطها بقى على كيفكو زي ما انتوا عايزين دلوقتي بقى هبدأ ان انا اشوح كده الارنبيت على النار لغاية لما يبدأ ان هو ينشف تماما كده من السوايل بتاعته ويدخل في مرحلة السوا ولو هتستعمله كرومب او بروكلي او كوزة برضو اعمله زي ما بعمل كده بالزبط خلاص كده الارنبيت بيكون جاهز معانا بالشكل ده دلوقتي بقى يلا بينا نكمل الوصفة معايا اتنين بيضة ومعايا كمان طحينة خام ومعايا كمان تلات معالق من اللبنة ممكن نبدلها بالزبادي او نلغيها من الوصفة خالص بالنسبة لمرض حساسية الالبان ومعايا برضو ملح وبيكنج بودر وخل هنبدأ دلوقتي بقى بالطريقة هنجيب طبق كبير ونحط فيه تلات معالق كبار من اللبنة والبديل بتاعها الزبادي او الجبنة الكريمي او تلغوها من الوصفة ومش هتأثر خالص هنحط برضو دلوقتي رشة بسيطة من ملح الهمالايا وممكن نستعمل الملح العادي خدوا بالكوا احنا في كل مرحلة بنحط الملح فزبطوا بقى الملح من الاول كده وبعد كده حطيت تقريبا نص معالق صغيرة من خل التفاح العضوي ممكن نحط الخل الابيض العادي مفيش مشكلة ومعالق صغيرة من البكينج بودر وهنقلبهم مع بعض بالشكل ده بعد ما قلبتهم كده واختلطوا كويس هنحط بقى دلوقتي الطحينة الطحينة هنا هي اللي هتمسك لنا القوام الطحينة هي لناس اللي بتسأل يعني ايه طحينة؟ الطحينة هي عصارة السمسن وانا عملتها في فيديو معاك وقبل كده هحط لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف وهو الفيديو اللي انا عرضاه في جنب الشاشة من تحت ده وبتتعامل من السمسن بس من غير اضافة اي نشويات هحط لكم الرابط بتاع الفيديو في صندوق الوصف هنحتاج منها بمعيار معلقة الطعام ثلاث معالق كبار بعد كده حطيتها على الخليط وقلبتهم وده بيكون القوام بتاعه هنضيف عليهم بقى دلوقتي الارنبيت اللي احنا شوحناه كده على النار والبديل بتاعه زي ما قلت ان احنا نحط كوسة مبشورة او بروكلي او كرومب المتاح عندكم وهنرجع تاني نقلبهم مع بعض بالشكل ده كده لغاية لما يختلطوا كويس خلاص كده القاعدة بتاع الفطيرة جاهزة معنا هنجيب صنية الصنية دي مقاس 24 اي حطيت عليها ورقة زبدة كونه كويس وبعد كده هنحط الخليط بيكون معنا بالشكل ده هنوزعه بقى دلوقتي في الصنية كلها ونملى بيه الصنية كلها زي ما هعمل دلوقتي طبعا حجم الصنية او حجم الفطيرة زي ما انتو عايزين ممكن تستعملوا صنية اكبر من كده او اصغر من كده زي ما تحبوا بقى الارتفاع بتاع الفطيرة هجيب بقى دلوقتي معلقة وبظهر المعلقة هبدأ ان انا افرد الخليط واملى بيه الصنية كلها بالشكل ده كده دلوقتي بقى يلا بينا نحط الحشوة طبعا الحشوة اللي احنا عملناها من الفراخ وقلت البديل بتاعها لو عندكم بواقي فراخ اصلا مطبوخة ما شوية او مسلوقة او ممكن كمان لحمة متعصجة او بواقي لحمة عندكم مطبوخة او حتى تونة زي ما تحبوا هبدأ بقى دلوقتي احط كده قطع الفراخ ووزعها بالشكل ده واحنا بنحط قطع الفراخ هقول لكم طريقة تانية للتسوية طبعا انا هساوي الفطيرة دي في الفرن لو عندكم طاصة تكون ناو كويس ممكن ان انت تحطوا الخليط كده في الطاصة والغاية لما يستوه من الطبقة اللي تحت تقوموا حطين بقى عليه القطع بتاعت الفراخ وتقلبوه على الناحية التانية تكمل سوا او تحطوا برضو في الارفراير هتستوه معاكو كويس يعني اما في الفرن او في الطاصة او في الارفراير دلوقتي بعد ما حطيت قطع الفراخ بالشكل ده احط عليها بقى دلوقتي رشة كده من زعتر الارجانو وده اختياري ممكن ما تحطهوش وده بصراحة بيد طعمه ريحة حلوة قوي حطيت بقى دلوقتي زعتر الارجانو ووزعته بالشكل ده وخلاص كده الفطيرة بتكون جاهزة معانا بقى دلوقتي ان هي تدخل الفرن بتدخل على فرن سخن على درجة حرارة 180 في الرف في الاوسط من الفرن بتضغط بالزبط 20 دقيقة او لغاية لما حجمها يضعف وتستوه معانا بالشكل ده بعد كده بنشغل الشوية علشان نحمر الوش بتاعها وبتطلع معانا بقى بالشكل الجميل ده قدمتها بطريقة بسيطة كده مع زاتون وشاي هي بصراحة تتاكل حافكة من جمالها وهجيب بعد الوقت يسكينها وهبدأ اقطع الفطيرة دي لتمن قطع طبعا اقطعوها بالحجم والشكل اللي انتوا هيدين بعد ما اقطعطها بالشكل ده بقى يلا بينا بقى نشوف الفطيرة معانا مستوية ازاي وكمان اقول لكم السعرات الحرارية للوصفة بتاعتها شايفين ما شاء الله جميلة جدا ومستوية وعايز اقول لكم هي مشبعة جدا لان هي علاية بالبروتين وكمان غنية بالالياف وكمان فيها دهون صحية زي الطحينة طعمها بجد خطير السعرات الحرارية بقى للفطيرة كلها بجد مفاجئة لو عملتوا زي ما عملت كده بالزبط هتكون السعرات بتاعت الفطيرة كلها 641 سعر حراري 641 سعر حراري للفطيرة كاملة هنقسمها لتمن قطع بالحجم ده كده هتكون القطع الوحدة سعراتها 80 سعر حراري تقريبا يعني ناكل منها زي ما احنا عايزين قطع اتنين تلاتة او حتى ناكل نصف الفطيرة كاملة مفيش اي مشكلة الوصفة سهلة ومكوناتها بسيطة اذا عجبكم الفيديو بتاعتها النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وبالف هانا وعافية ترجمة نانسي قنقر